مرحبا بكم في فقصور الإميسيان Digital Show سبيسياليزي في الحرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة كل جمعة يستطيعون جمعيات التي يعملون معنا الإميسيان وليس فقط وهو موش يكون في كل جمعة معايا مهدي غزاي ساليو مهدي عصليما كريم وعصليما الناس الكل في فقصور اليوم فرحان برشا بالإميسيان الأولى التي ستكون مع زوز جيهات زوز جيهات الرحب بيهم كريم معنا أشراك مل باجا سألوا أشراك سباح نور وأحلى صباح من ولاية باجا هاي ولاية باجا سورتو بش نحكيو على الجماعية متاعك اليوم اللي هي الجماعية الوطنية للإبداع والتنمية سورتو بحكينا في عشرة ثوانية على الجماعية متاعك الجماعية الوطنية للإبداع والتنمية هي جماعية وطنية موجودة في كل بلايات تونس وأحنا عنا فرع باجا اللي من 2012 عفوا نخدمه على حقوق المرأة الريفية نخدمه على حقوق الشباب وكيف كيف زادة عنا أكسلو على التنمية الجهوية وعلى التنمية المحلية الموجودة في بلايات باجا وكيف كيف زادة عنا خدمنا برش مشاريع خاصة بالحرافيات وبتمكين المرأة اقتصادياً كيف كيف زادة عنا تمكين الشباب في بعث المشاريع واخدمنا على حق ألفات إلى المعلومة تشريك الشباب في الشائم العام وبرشة برشة برشة حاجات منهم آخر مع ذاكين بروجي مع الكمفيدرالية لحقوق الإنسان في بعث أول راديو حقوقي على ولاية باجا وشمال تونس بوعي أعطيك صحة شراحة مش وحدك اليوم معاك محمد ملسوسة محمد شلو حولك ملسوس دمان عاصلي ما شلو حولكم بلسكل لنا فرحان اللي حاضر معاكم في أول حسة وفرحان اللي حاضر معنا ولاية باجا ونشكروكم اللي خطرتونا باش نكونوا معاكم في أول حسة مرسي حكينا شوية على على سوز دمان سوز دمان هي جامعية الهدفة متجابة مواطن احنا باش نخدمه على الكوتي الكل باش نحاول نحصنه جودة الحياة التالي مواطن أول حاجة خمامنا فيها هي الجوبرنانس لوكالي اللي باش نخدمه مع البلديات ونزيده ديز ابروش جد كيمال البروش متعشرة الجوار اللي تخدم فيها واحدة واحدة محمد جوبرنانس لوكالي راهو كانت مش مختص في الحاكمة المحلية ممكن ما تفهماش نجح نتلخصها في كلمتين ماش نتخل فيها منش نحكي عالجوبرنانس لوكالي انا قلت جوبرنانس لوكال قلت لك بوليس ديكو بروكسيميتي باش نقول لك بروجيو اوبن براتة تاك تاك ديتيت لوبادة انا اي 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 ام تقولي جوبرنانس لوكال مش ليتفرجوا فينا كل يعرفوا اش معناه يا جوبرنانس لوكال واضح 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 تحسين الخدمات المزداد من البلدية وتطوير قدرات المجالس البلدية والإدارة البلدية باش هي تنجم توافر الحياة الطيبة للمواتنين نعرف اليوم السلطة المركزية هي قليل نقوله الجدار الأول اليوم اللي قاعدة تخدم في المناطق متاحة واضح اشرافك حكينا كيف اشتعد نهارك تحت الحجر السحي والله انا نتمنى نعدي نهار تحت حجر السحي لأنه بالحق تعرفنا سوستي سيفيل معانتها نخدمه ليل ونهار واحترامنا معانتها للقانون الموجود لكن في ترخيص نخدمه خاصة انه تول وقت المجتمع المدني اللي هو كان يد معا يد مع السلطة واللي كانت الاكسيون بتاع الكل سور تيران لذلك أول من نقوم ديما نفكر كيفش نخرج للتيران وعننا اكسيون قد تكون صوشيال او توعية شلاط 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 او تحسيس على مسابقات شلاط 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 او تهديم المشارفين خدمنا تحسيس و توعية ديريكت معانتها في الحومة دورنا حومة حومة وحكينا مع الكوفيد كيفش وكيفش يجبون يحمي روحه وكيفش الوقاية خدمنا كيف معتعملنا على المشاكل الموجودة في أثناء الحجر من اكتباب من عدم نقاية من بعض التجار وكنا معتفاعلين على الميدان وكيف كيف دخلنا في حملة التبرعات لقبضة رمضان وطول إن شاء الله نحضره الكسوة لعيد لذلك يقولون لأولاد لا أعرف ما حاجر صحيحنا لذلك ديما نأخذ مؤاد خبايا أما ديما بتباع مقاية بايوك ديما الجال معايا وديما البعضات موجودة لذلك نحن مؤثرين في البلاية يلزم تكونوا قدوة لغيرنا باش مواطن البسيط يعرف اللي راو صحيح نجمو نتحرك ونجمو يحمي رويحنا لكن من غير ما نعرض رويحنا للخطر يعطيكم ألف صحة أنت قلت قدمت على التوعية وأكبر مشكلة ليو صرتو توقفت ربدينا الحجر الموجه وإلا لدى كونفينمان أكبر حاجة نجمو نحسو عليها المواطنين نوعيو بها المواطنين باش نقلو هذي من الانتشار الفيروس كما أي هو روما اللي بدينا الحجر الصحي لليومنا هذا ما تبدلتش وسائل الوقاية فقط هو مخاوف المواطن ننقص باعتبار أنه وصلنا إلى الحالات السفر لذلك هو مشاف بالواني وفاء الكوفيد نحن نقول له لا روزان نجمو نقول لنا قدر الله نرجع موجه أخرى توقي ما تقينيش لقاح لذلك أهم حاجة اللي نجمو نقول لهم اللي هي ديما يستعمل البابات البابات اللي هي حد الآن صباح مع ترخصة وتتم تحديد سومها ب500 فرنك وبيان ينجم واحد ويستعمل وإحنا ديجاه شاركنا في برشة أكسيون وقينة خياتات تعمل بابات نجم إيتيليزابلي نجم معتا أي واحد يخصلها ويعاود يعقمها ويلبسها لذلك هذا اللي مصروفه اليومي لكن حماية لي دو التباعد الاجتماعي اللي كان كل مواطن يحترم مسافة الأمان بين قبله في الصف وكيف كيف ما نختاروش زادة الأيام اللي هي تكون أكثر اكتباظ فيها على المؤسسات العمومية واللي تقدم الخدمات وقتها نكونوا على أقل نقصنا ريسك كبير ياسر الحمد لله هنا في باجا لحد الآن ستفر حالة كانت فما تلف حالة ما همش مقينين في باجا لكن الوعي الكبير اللي شوفناه في المجتمع المدني واللي يخدم الحق في مجامعيات ليلة النهار الموجودة قدام المؤسسات العمومية وقعدة نظف الصفوف قعدة واعي حتى خارج الأرياض واللي اكتشفناه بدا محلها الحكاية انه الناس اللي تعيش في المعتنديات وفي الأرياض هما اللي اكتشف وعي من الولاد المدينة مع انه تم معنا قطع كل شيء عليهم معنا معاش فما تنقل معاش فما محمد تحكينا كيفاش جاء في ولاية سوسة تحت الحجر الساحي والله الهناب في كلاهي مثله لانين بدأت كل شيء منظم فما صف الكوشة فما صف على مستوى البنوك اما الحاجة اللي ما فهمتاش هنا جديدة هي عليش في الصف ما صف لنساء وصف لرجال واكهو معناه وضيما رقاو اللي صف رجال أطول من صف النساء ساعات نجي نقعة الساعة كاملة مستنى ونجي قبل بتكتين المرأة تدخل تقضي شورا وتخرج أنا مفهم شعلمين قصع لنساء وقصع لرجال الحاجات الأخرى اللي لمسناهم في الشارع اليوم هو الوعي المواطنين رأوا شوف مقصوم اليوم المواطن فما عبيد اليوم كان شفتوا في البوستة كيفاش كانت حكاقة كانت حاسبة بالطول ما هو صف معناه داخل الجايش الداخل الأمن الداخل المجتمع المدني لكن نافع عنا خاطر هما عندهم أولويات أخرى ويرأوا إذا كان هما ما يجبدوش المعن دم متاحهم اليوم ما هوش يلقى بشيكل دون قلقنا إنه فما عدم وعي وخلينا أقول والعبيد مش خايفة بالكل وما تأثروش بالكورونا فقط تأثرو إنه فما ارتفاع في الأسعار كبيرة على الأخر ولا كل شي يدوب كل شي يتريبل حتى في الاسعار لحدنا فما ارتفاع أسعار كبيرة أحنا زيدا خدمنا على السنسبل ومشاركة حتى نحن تأثرو بشيئات جميع ومشاركة ومشاركة دون يجب يجب يحكي يجب يحكي ومشاركة محمد هكذا تلك المدد الخاص بها في سيال لإلتفعها عليا من السيابة أو فما ممكن أن تجدونها يتعلم أن تجدونها في الجماعية وكل أحد ينكررون لرؤية من المدد الخاص بها ومن المدد الخاص بها يجبون على نقطة ومميزة عن قبل نجمة وتزالة وممتد نجمة كيف نستثل الوقت مجمع أكثر واللحابت مجلسة في الوصف نحن مجمع أجدنا أكثر أكثر. في المجال الأخير، نعمل مجرد على قفة رمضان ونعمل إلى صفحة التأثيرات للجمعية على نفس الحاجة. كنا نعمل مع بعضنا لكي نكون مواجحين لا تقوم بزوز من الناس لنفس القفة أو شيئا. نعمل مع بعضنا لكي نصل إلى واحدة. أعطيكم ألف صحة محمد. نحن نعام لكي نحن برشة مرات خاطر أميسيون كمانا متعجوه حتى كانوا سواجه متاعنا يظهر هكا ياسر سيريو وبالكرافات أول لعبة لكي يقترح علينا مهدي جوابه مهدي فسرنا لعبة هذية ما هي القواعد متاحه شكرا كريم اليوم حذرت لكم الكوز لنسألكم سؤالات ونعطيكم اختراحات وانتوما تجيبوني أول سؤال كريم والمشاهدين انتوما تجبوا التلعب معنا زادا وتخليوا كومنتر وانتوما تحطوا الإجابات لكم أول سؤال ترتيب تونس في مجال حرية الصحافة سلون منظمة مرسلون بلا حدود سأعطيكم ثلاث اختراحات نجب تكتبوا كومنتر وقلوا للاقتراح اللي تعتقدوه صحيح هم 180 دولة الكل في الكل من مرسلون بلا حدود هل تونس في المرتبة 11 على 180 دولة في حرية الصحافة هل تونس في المرتبة 72 ولا هل تونس في المرتبة 150 من زمن 180 دولة ماذا رأيكم انتوما؟ نتصور 72 تونس في مرتبة تقريبا متوسطة ما بين الـ 180 في المرتبة بلولا كانت تجي فنلندا سويسرا زونة ديك اللي ديمة فيها أكثر حرية التعبير ان شاء الله تاوا ما نلقاوش حاجات تهدد حرية التعبير في تونس محمد تكساحة تونس في المرتبة 72 في ترتيب مرسلون بلا حدود في 2020 وضعوا النجم مروا للسؤال الثاني ستنا نحب نعرف كيفش ترتيب هذة نفاها على المرصد لحرية التعبير والصحافة هكيج لذلك نصور هنا فمد الكريتيرت احنا منها قمع حرية المداونين على الفيسبوك ولي في بيتكم ثم مشروع كبير قاعد مشروع قانون قاعد يحبوا يعديوه على مجلس انواب ولي نصوروا زادا مشي إذا كان يتعادا مشي زيدي حد من المرتبة وإن شاء الله احنا نقول إن شاء الله مننا نفضوش لأكثر من 72 إشراك عندك منامح القانون هذة برمو مو نو ما نجمون مش بدوهما من القانون هو مشروع قانون ولي فما نواب قاعدين يخدوه باش يتعدى على مجلس النواب بانتصوى ناس كل سماعته بللي موجود فيه من بنوت اللي هما كما الاعتداء على معتها فما دي كريتير معاينة اللي ينقد شخصيات خاصة اللي موجودين في السلطة من السلطة المحلية حتى المركزية ومعنى موجودين في السلطة ومعنى نجم وننقده هذا ما نحصل ومعنى نجم تنقض ومعنى مشاكل كبيرة ومعنى مدونين كما في سليانة زميلتنا تم إيقافها ثلاثة أيام ومعنى مدونين ومعنى تحكم عليهم بشهر وشهرين لذلك هذي يكون جداً لو يتم تطبيق القانون هذا أو يتعدى القانون هذا ماذا عندك؟ ونحب نذكر في فترة هذي فيما القانون في فرنسا قانون أفيا تعادى على على الحرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي وتوى السلطة عند الحق أن تقرر اللي كانت تدوينة ولا تتميشيش متتميشيش مع الخطاب العام ويجن قولك إشراق الترتيب مرسلون بلا حدود بشي قيم حرية الصحافة قام على برشة معايير منها الإطار القانوني الاعتداءات على الصحفي و التعبير متاع الصحافين وهم المعايير عامتان اللي كانوا خاصوا بهم ترتيب تونس في حرية الصحافة سؤال ثانية سؤال ثانية مرتبة 72 في 2020 المرتبة 72 في 2019 ولكن في 2018 تونس كانت في مرتب أقل كانت موخرة أكثر اما بش نقول لكم قدش مرتبة تونس بين 2018 و2019 نعطيكم ثلاث اقتراحات انتوما تتفرجوا فينا في كومنتار كيف تنجموا جاوبونا بفكرة أحدكم هل تونس ربحت قدمت تونس هل هي قدمت وربحت 15 بلاسة بين 2018 و2019 ولا هل هي ربحت 25 بلاسة بين 2018 و2019 ما رأيكم انتوما محمد عندك فكرة؟ نتصور انا محمد الأشراق صبر بي؟ أشراق فوفيت تكلمة قبلترا اشهاكها وفما القانون قانون هذي اسمه قمع نسائي بي هو نتصور انا 15 بلاسة خاتر محمد نتصور المترجم المترجم حول الرجل المترجم عنların كيف والمترجم قبل قبل ثورة نتصور محمد محمد نصور زائدة 25 بلاسة كانت في 2018 97 ترتيب مديحة في 2019 قعد 72 وفي 2020 قعد 72 قدمت مراحل مبيعية وخادر فهم برشا تطور في التشريعات محق يا تكساحا محمد في 2018 تونس كانت في المردة 77 وتوت في المردة 72 وكذلك قدمنا بـ 25 بلاسة وليس 15 بلاسة بـ 25 بلاسة من 2018 إلى 2019 حفظنا على المرتبطة وإن شاء الله نكمل ديما شكرا كريم وفاو 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 ترتيب تونس في الشفافية بالنسبة للميزانيات ومتنة ومن المتنة عندما تلقص ترتيب وعندما وخدام مستخدم للميزانيات تونس يكن مرتبة للميزانيات للميزانيات نقول الميزانية معنى ميزانية الدولة، ميزانية الإدارات وميزانية البلديات هل تونس في المرتبة 50 على 117؟ هل تونس في المرتبة 66 على 117؟ ولا هل تونس في المرتبة 82 على 117 الدولة؟ نتصور انا ما عنديش المعلومات صحيحة ما نتصور انه تونس مش خايبة ومش بيه يا برشا فيه تشاف فيها بالنسبة للميزانيات نتصور في الـ 66 هكذا احتمال الثاني اقرب يكون على خاطر انا عنا في مجلس النواب مشروع القانون المالية اللي كل عام يتعمل فيها ميزانية مفصلة تقريباً هل هي تصورين عام؟ شراف كريم 50 انا نتصور في كيف كيف في الـ 66 من خاطر ولد معدفنا قانون يجبر البلديات والمؤسسات المؤسسات يجب أن تغشر تقرير المالي متاحها أو تنشر الميزانية متاحها نتصور رات قامت منها في الـ 67 انتم زادت نجموا تشاركو معنا في الكموطات تضعونا افتراحاتكم 50, 66 ولا 82 على مجموع 117 الدولة شكراً كريم شكراً كريم شكراً كريم شكراً كريم شكراً شكراً حتى واحد مرباح تونس في تقرير 2019 في المرتبة 82 على 117 الدولة وضفتحنا في المرتبة من البلوتون من مجموعة الأخرى ولكن إن شاء الله نقدمون ونعملوا انغربان متاع 25 بلاسة كما في حريك ساحة شكراً كريم شكراً 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 ما حضرتنا اليوم؟ دوق اليوم اليوم شكون فيديو صغير على ولاية باجا مش ششوفهم فاخيرات باجا في إثار الكوفيد اللي ما ثم حتى شاي تقطع من باجا من مخارق وزلابيا وبشا حذير شوفهم مع الفيديو شكراً باجا بلادي المنطرة والصابة باجا بلادي المنطرة والصابة أرض الغلل والماشية والخابة أرض الغلل والماشية والغابة باجا بلادي المنطرة والصابة باجا بلادي المنطرة والصابة موسيقى أرض الغلل والشاجرة أرض الغلل والشاجرة باجا بلادي الثانية والخضرة أرض الغلل والشاجرة أرض الغلل والشاجرة باجا بلادي الثانية والخضرة من شافها النوار يخطف نظرة من شافها النوار يخطف نظرة موسيقى 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 مي العروسة حفظ للمسوابة باجة بلادي مندرة والصابة أرض الغلل والماشية والغابة أرض الغلل والماشية والغابة باجة بلادي مندرة والصابة باجة بلادي مندرة والصابة يا محسنك حسن الزين بكل في تربة كريت التيور سرابة يا لاب السهل أحرام فوق الخلة يا سلبة لعبول يا خنابة باجة بلادي مندرة والصابة باجة بلادي مندرة والصابة أرض الغلل والماشية والغابة باجة بلادي مندرة والصابة باجة بلادي مندرة والصابة باجة بلادي مندرة والصابة يا را خيالي بخلوك فوق جبينك يا ساحرتني بزينك يا ساحرتني بزينك يا را خيالي بخلوك فوق جبينك شراء شفنا في الفيديو شوية كتبت كي ضعظة هي محليها وصورتوه اللي أنا مغروم بزليبيا ومغروم صورتوه بالجوتا وجبن متعباجة كلما نتعدى من الغادي نمشي للمرش ونبدأ نسل لنا وحسن واحد اللي بيقاش فن ونسلح نعدي الجمعة حصيره في الجدير كله جبن وقوتا أما فهموا شوية اكتباذ كماما أي للأسف هو رغم أنه صحيح فرحانين أن الحياة رجعت الولايات باجا وخاصة بيب الزيز اللي هو معروف في ولاية باجا ولي هو عادة من عادات الباجية يجبهم يكونوا كل يوم موجودين يقليوا من بيب الزيز لكن ما لغزمو برشة اكتباذ موجودة وحتى رئيس بلادية اللي هو ما تفعلش معنا ما لقاش حتى حل للاكتباذ هبية لأنه معناتها هي بتبعتها البلاد مخنوقة معناتها من السيارات وإلى حد الآن نظننا معناش وعي أنه كل واحد يتزم بالحجر السلحي الشامل ويخاف من العدوى من كوفيد لذلك رينا برشة اكتباذ موجودة قدام التجار وقدام الخارق والزيادية وقدام الجبن وفي نفس الوقت برشة سيارات اللي هي توقف كيف ما جاء ورجعنا إلى نقطة سبر ما قبل الكوفيد شكرا يا إشراقي يعطيك الصحة الفيديو مخلوها برشة محمد شكرا يا إشرا سوسا شلو حضرتنا حضرناكم الفيديو يحكي على البلايس المزيانين والمعروفين في سوسا الكل سأعمل لكم تصوير البلايس المعروفين على الاخر وحبنا نعمل كيمة البرومو متكين نسبوت متاع أجونس مش تقولك إيجا لسوسا إيجا عيش حل من سوسا سوسا الدنيا والفيانة سوسا برط الحوت والكورنيس الرباط والمدينة العربي والجامعة الكبيرة الكنيسية جبانة ليهود سوق لحد ومرشي الهجاجة سنجق الزيارة والعيساوية سوسا الفرحة الحلمة الغناية حوت البوري وغطسة الفجان سوسا الزين والفل والياسمين سوسا البراشوت والشيخات السير الحجرة المخلوبة صهريات الليل والتصبيحة في القنطاوي سوسا تكرونا تكرونا لمزيغ والأصل والتاريخ العالم سوسا هي بوفيشة ونفيذة وبحر المدفون لمزيغ وتكرونا هرقلة والبنفين سيدي بو علي الكندار وأكودة شط مريم والسحلين الساكل والقلعة الكبيرة والصغيرة والمباقة ديما في سيدي حيني سوسا سوسا شوية من تونس سوسا يعطيك صحة محمد في الفيديو أسمع كيفي أنا مش مغروم بارشة عرفت بك جو المارينة وسهريات وكل شيء كيفاش نجم نعادي ويكاند ونعمل جو في ولاية توسا فهو برشة بلايسم سوسا فهو برشة بلايسم بحر المدفون محمية غابة وبحر وممطان وفهو برشة أماكن أثرية كما تكررون كما متحف سوسا فهو برشة بلايسم سوسا فهو برشة ما عدنا همش في الفيديو لخاطر ان يشكون الفيديو تميل برشة كما كسكروت شناب كما الاماكن سوسا لكل دوك تنجم تجي لايو جيب لطاعت متاعك أو تنجم تشوف ميزان دوت قريبة في الغابعة التي تتابعة سوسا ومراحبا بيك فيها يا وقت شكرا يا محمد كي نحكيو على حق نفيد للمعلومة وحرية التعبير نحكيو ساعات على حاجة تظهر معقدة أما حبينا نعرف المواطنين في بيجة وفي سوسا ما هو درجة معرفتهم بالحكاية هيدوما إشراق ما هو حضرتونا ما هو سألته المواطنين أحنا مشينا للمواطن الباجي وحبينا نسألو أول سؤال عندك فكرة على قانون حق النفاذ إلى المعلومة أو لا شوفوا معنا ما هو جاوب المواطن الباجي وفي سوسا كثير موسيقى عندك فكرة على قانون النفاذ للمعلومة موسيقى موسيقى ما عنديشي فكرة ليه ما هي التوانسة لكل حاجة سطحية على الأخر وعنديشي حاجة أنه النفاذي للمعلومة ما عنديشي حاجة معناه تفوت التوانسة كل شعب التونسي لكل أنه مسموح بيه فقط ونكتة ورجع للسطر عندي فكرة على قانون نفاذ المعلومة وستعملناها برشة مرات بأننا طلبنا مجموعة من المعلومات من بلدية وحتى من فضاءات عمومية أخرى لكن فهموا معلومات اللي مارجعوا طلناش أما هل إنه أنا كمواطن مارجع ليش هو المعلومة مش نمشي أنا نشكي للهيئة وللمحكمة الإدارية معناتها فهموا مشكلة إذا كانوا نجموا معناها لو كانوا نجموا يعملون من عرشنا معناها سيستام تكون حاجة إلكترونية خير ما أنا نمشي ونقدم شكاية وشوف شكاية وتشتعدوا السباح خيط السباح النور بيسا الحمد لله سمعتش بقانون حق نفاذ إلى المعلومة القانون ما عندي علي حتى فكرة لا لا هول مرة تخبر لا عينة سمع بيه بتاع سوق قديش هذا شراك محمد أنا حاس مريد في الميكرو ترطوارة الناس ما عندهمش فكرة كبيرة على حق نفاذ إلى المعلومة شنوجموا نعملوا أحنا مثلا في المجتمع المدني ولا المسؤولين شنوجموا ويعملوا بشي حسوا الإنسان فالمواطن وخاصة يمكن المواطن تظهروا حاجة ما تهموش شنو تموا الحكاية هذية قانون نفاذ المعلومة الدولة قاعدة عملت شوية فيديوهات ديسانسيبوليزاسيات وتعديوها على التيريات لكن هذا ما يكفيش لازم المجتمع البدني يفهم المواطن ويبرتاج المعلومة ويعلموا كيف يتعلم وحقه في النفاذ المعلومة شنو الحاجة المهمة اليوم بش احنا نطلب الحاجة المهمة لخلقة قانون نفاذ المعلومة مثلا اليوم المعتمدية عندها بنيت نجم تتكلف بنيت خمسة أو ستة مليارات إذا كان البنية التي تبني فيها ومقر المعتمدية غير معلل اللي يمتلك ولي فما نوع من السرقة خلينا نقول شوية فساد الشفافية هي بش نقطع بها الشك بش نقطع بها الفساد بش أنت تكون في دارك مطمئنة وفما حد أحد قاعد يسترق فيك خي بيان شلعك كيف تي في بيجا أنا نتواره في الجمهورية كلها المس ما عندهم شباط أو معرفة كبيرة بش ني حكيت الحق مفاذ إلى المعلومة مثلا في بيجا عليش مهم حق مفاذ إلى المعلومة وعليش مهم قال لي المواطنين يعرفوا عندهم الحق ياخذوا معلومات أنا نقول اللي بطبيعة أي مواطني يجب أن يعرف إجراءات القانونية كيف يأخذ المعلومة من المؤسسة اللي هو يلتجئ إليها سواء كانت بلدية أو الولاية أو حتى معتمدية أو أي مؤسسة هو حاجة بالمعلومات لكن بدأ يجب أن نخدمه أولا إعلاميا لأن الإجراءات القانونية تشمل يجب أن نحكيه على ميزانية معينة للبلدية أو معتمدية أو معطيات شخصية وليهو قانونيا ممنوع ممنعا خاصا لكي نأخذوا المعطيات الشخصية هذا المواطن الذي يجب أن يفهمه يجب أن كل مؤسسة تنشر الإجراءات القانونية على الموقع متاحها إذا كان عندها أو توفره في داخل المؤسسة متاحها في مكتب الضبط هذا المواطن يعرف كيف يدخل ويأخذ المعلومة وما هي المعلومة الخاصة مثلا في البلدية يحب أن يحضر على الجلسات التمهيدية الموجودة ويحب أن يعرف كيف حصلت البلدية لذلك عنده الحق يدخل للبلدية ويشوف محظر الجلسة التمهيدية لكن فقط بدون نسك المحظر ويخرجون البلدية لدينا إجراءات خفيفة ياسر تتحكية للمؤسسة البسيطة التي ينجم أخوها لحق نفذ المعلومات كيف ينعمل مطلب على أي معلومة تخص هو كمواطن من الشأن الموجود داخل المؤسسة يعطيك صحيح شرك محمد ما هو السؤال الثاني التي سألته للمؤسسين على حق نفذ المعلومات؟ السؤال الثاني هو كان تعرفش ميزانية بلدية قدش؟ نشوفوا مبعدنا الروبرتاج لبلدية قد بلدية الولايات بيجوا بولاية قسوسة نشوفوا اسكم المواطنين يعرفوا ميزانية بلديتهم ولا ناك تعرفش قدش ميزانية بلدية؟ ميزانية بلدية زودالي؟ لا أعرف إيش الله أعلم بهم صحيح في بليش أصب لا إلى حد الآن في زون الخمسة أو ستة لا نعرش بالضبط لا نعرش لا والله حتى فكرة ما عديش فكرة أصلا ما همش هبتوا باش عنا نعرش حاس ما شفت على فيسبوك خي بجي 6 مليارات 6 مليار في 300 مليار لا لا؟ ما عديش فكرة ما نعرف في حتيغ عندها ميزانية؟ والله ميزانية البلدية هي الشخصة بها هل أفضل 6 مليارات بين 6 مليارات و 7 مليارات مزلت ميزانية بلدية لأن فهما مدخيل هي بصدد أنها قاعدة لا تدخل للبلدية وعلى خاطر معناتها القافة التي جاءت هذه الكورونا التي تعطلت من أشخصها لذلك بالنسبة للميزانية تتروح بين 6 و بين 7 مليارات لماذا أمري أسمعتي؟ يمكن في المليارات أصحبي قدش بالضبط من عرش كيف كيف لا لم يكن لدي فكرة لم يكن لدي فكرة لا 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 الحق المحمد أرأني جاوبتهم كيف كيف لدي أي فكرة على ميزانيات بلديتك مهدي هل لديك فكرة على ميزانيات بلديتك؟ الحقيقة لا لدي أي فكرة وماذا بأي محمد يوضحنا كيف نظره وعليش نجم نعرفه بي ميزانية البلدية مهمة للغاية لازم تعرف انت قديش عندك فلوس كمواتم مش تعرف انت شنو المد شريعة اللي تنجم تقوم بي وتعرف زيدة قديش كتلة الأجور في البلدية بيلك البلدية قادة تغرق بيلك فما وفيت متع فلوس بيلك زيدة تنجم تلقى انه فما حاجة قائمة واحنا مش قاعدين نقايمه فيها فما بلديات عندهم سوق السوق الأسبوعي هذا اللي تكريه كل عام هذي من المداخيل البلدية ساعات تلقى سوقها تكريب 100 مليون في العام ولو انه قيمته اكثر من 500 مليون في العام شوف انت اليوم كمواتن قد شسرت الحاجة المهمة يجب ان تعرفها اليوم البلدية قدم دارك اللي ما يشعلش مشكلت شكون مشكلت البلدية كيف تمشي البلدية مش تقولك معنىش ميزانية الكيس اللي مكسر المحفر كرهابتك اللي مش تتكسر الكلها ترجع للبلدية واذا كان انت مطلبش البلدية وتقولها شوف عندك فلوس ايجى صلاح لي الكيس ويجرى كحلي البطون متاعي اللي قدم داري اليوم دورنا انه نعرفوا الميزانيات متاع البلدية متاعنا والميزانية التشاركية اللي هو المشروع التشاركي الاستثماري البلدي اللي تدخل وتعطي رأيك وتقول نصلحوا هذي نعملوا مشروع الفلاني نبنيوا مرشي ولا نعملوا مهرجين معناه ذي بالرس ما معناه الديموقراطية الممارسة متاع ديموقراطية معناه انت تقر فلوسك وفلوس الدولة وخاصة فلوس البلدية متاعك اللي تتخلص فيهم زبلة والخروبة الى اخيره وين يتصرفوا وكيفاش زادا ما يتحولوش يصيرو لهمش تحويل وجهة اشراك شنو سؤال ثالث اللي سألتوه للمواطنين في باجا وفي سوسا ما زلنا حابينا ديما نمشي ونحكيه علاء اللي حقنا فاد الى المعلومات حابينا نعرفه المواطن قاعد يدخل الموقع البلدية وإلا لا دونك سألنا نزرتش موقع بلديتك حتى مرة وإلا لا زرتش مرة الموقع الرسمي للبلدية لا لا وش وش فيه مش تتغل وش فيه شو الحد الباني لا الى حد الان لا ان شاء الله مستقبل لنا الى حد الان ولا مرة دخلت له دخلت الموقع الرسمي بتاع البلدية بتاعه دخلت برشة مرات دخلت برشة مراتين لا 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 كان جيت نعرف راني نتبع منا عارش لا عمري ما دخلت ونعرف كان فيسبوك ندخلش في توابي ما دخلت وما دخلت ما عندي حتى فكرة لا لا ما نعرفش طبعا نعرف البلدية عن تها الموقع الرسمي واحنا نتابعه في الموقع ونعرفو البلدية الحقيقة قاعدة تهبط عليه في المعلومات معانتها المعلومات كافية ووافية وكل شي وبانتظام لكن في فترة الاخرة سيتوايب تبلوكا منعرفوش اسكم اللاجونس اللي صار فيه برجمون متاع سيتوايب ولا مليدارة متاع البلدية كيف كيف لا نعرفش حتى مرة حتى مرة حتى مرة حتى مرة حتى مرة المعطية تكون المتوفرة كانت نجم تلقاها الاسسانسيات تقول انت الهدف ما هو للتلاعب للإطلاع للإفادة والإستفادة بو في الحقيقة رأى حتى أنا رأني جاوبت لعمري ما زورت الموقع متاع البلدية وما في بليش جملة اللي البلدية عندها موقع ماهدي وانت؟ دخلت على موقع البلدية متاعك؟ أنا الحقيقة دخلت على صفحة فيسبوك متاع البلدية وحطيت دي كومنتير أما ماذا بيش ركو حنا شنو النجم ونلقاهو في الموقع البلدية اللي منلقاهوش على صفحة فيسبوك؟ بطبيعة البلديات هو قرار حكومي وهذا معروف أن كل بلدية ينزلها تعمل موقع ثم البلدية اللي تقدمت في الموقع وفي المواقع المتاحة وعملت مواقع تلقى فيها نيزانية البلدية للعام البارد وتلقى فيها كيف جرد بتاع البلدية العقارات الموجودة في البلدية الكل باشتعرف كل واحد شنو البلدية بداعوه تلقى كيف الأداء البلدية كيف تتصل بالبلدية وتقدم الأداء البلدية كيف كيف ثم مواقع لفها المعلومة إذا كانت تطلب معلومة أو أي تفسير دونك البلدية تجاوبك على طريق الموقع وكيف تيفسه مشكل يعمل صنداج للبلدية بتاعه باش يعرف شكل الخدمات اللي مطلوبة منه كبلدية هذ هي الجملة حسب شنو نلقاوه في الموقع نلقاوه الخريطة بتاع البلدية وحدودها وشكل بلدية قداش فاهم من إدارة وشنو الإدارات الموجودة فاها ونرمال ما تنشر زادا محاضر جلسات للمجلس البلدي اللي تتقام بين الجلسة التمييدية والجلسة العادية يعطيك صحة شراكو ما وضحتنا بي أحنا قنا اليوم بما أنه الموقع الرسمي للبلدية مهم جدا أنه نعرفوه نشوفوه نقيمه حتينا ما بريم كما قلوا أحنا موقع الويبي ذي كانو موجود زوز نقاط نقطي سهولة الولوج للموقع إذا كان احنا نجم وندخل الموقع ولا موجود هو بلوكي زوز نقاط صفحة مخصة زادا للنفاذ المعلومة صفحة مخصة فيها ورقة النفاذ المعلومة فيها لدونية الكل اللي تخص لدونية الكل اللي تخص لدونية هدوما تقرير ثلاثي لنفاذ المعلومة نعرفو كل بلدية لازم في كل تريميستر تعمل تقرير ثلاثي وفهمها تقرير ثلاثي على التقرير الثلاثي والتقرير الثلاثي نقطة نقطة ونص يفسر حق نفاذ المعلومة نقطي ماشينا للبلديات الكل، زرنا المواقع الرسمية للبلديات الكل لا، بلديات الكل اللي حكيوا اليوم على زوز ولايات، ولايات بيجا، ولايات توسا ماشينا للولايات بيجا، لقنا الحقيقة انه فمع ثلاثة ولا أربعة، خمسة، ستة ستة بلديات ما عندهمش مواقع رسمية بالكل للأنترنت للولوج إليها المواطنين ويشوفوها ويطبعوا بها البلديات ستة المواقع هذوما كيفيش ما عندهمش موقع ويب لليوم اللي هو كما قالت صديقتنا إشراك أنه اليوم فما أمر حكومي ينظم هذا القناة في وليت بيجا هي أعلى بلدية موجودة فيها ليدوني هذوما هي بلدية تستورة موجودة الموقع الرسمي نقطين سهولة الولوج للموقع نقطين الصفحة المخصة للموجودة المعلومة نقطين التقرير الثاني لنفيذ المعلومات ليس موجود التقرير الثانوي لكل يولوجwo من القرصات لكما لقيت theatre النص الذي يفسر منا فيased المعلومة كيف أقوله النص الذي يفسر منا فيズ المعلومة حتى القانون للمنتظرomen بلايد الرسمي يكون موجود د. مارك بلولانية امشيت بثمانية نقاط بلدية تستور كي نمشي الولاية سوسا الولاية سوسا لدينا بريسك فهمت ثلاثة بلديات بركة ما عندهمش مواقع رسمية فيهم زوز بلديات هم تم احيثهم مؤخرا نفس البرامة التي تم اعتماده جيت في سوسا اكودة بثمانية نقاط فصل خمسة على خاطر تم اعتماد 2018 و2019 للتقارير السنوية لذلك اللي نلقاه اللي فهمها تقارير السنوي واحد اللي هو اللي سنة 2018 لذلك 0.5 نقطين على انه موجود الموقع الرسمي نقطين سهولة الولوج للموقع الرسمي نقطين صفحة خاصة بالنفيذ المعلومة 0 من النقاط تقارير ثلاثي 0.5 التقارير السنوي ونقطين الناس يفسر قانون النفيذ المعلومة محامد لا يحتاج المتابعة لذا دعنا نقطك للكلسمان هي لولا وبلدي التستور لولا في باجا يضع لولا هناك لولا على مستوى سوسا واللولا على مستوى باجا وليا على مستوى باجا فملاحظة كريم ومهدي وشراق انه اليوم تدخل الموقع الرسمي للبلدية لا يأتي بثيء شئ ليس مزيان داخل بعضهم لديهم فيما يتم نظم وكي تدخلها تابعة فيناتر الأقرة وكي تلوج على دونية أو نمر والتليفون أو ميلي كي مبكب البكري لا تجد أي شيء لأنهم يتخلون بعضهم نحاول نثمنهم نعطيهم الصحة اليوم ناخذنا رأيوا اليوم فما جامعيات تنجم تعاون البلدية وتعمل لها تحديد منها وتحاول تشجع المواطنين يكونوا حاضرين سيحاً محمد أشراك عملتنا أنت كرونيك سبيسيال هوني ظهوري عملتنا حكاية على الباش فيسبوك متاعك بتاع الجماعية انتركتيف على الأخر تراحكينا على الكرونيك متاعك باي احنا حابنا نوصلو كيف تيف ديما نمشيو لالأمبو هاكا سبيسيفيك للمواطن حابنا نعرفو هل المواطن في ولاية بيجا يعرف الفرق بين العنوان الأول والعنوان الثاني في ميزانيك البلدية ايه مانو غازمون انتر اللي يريكسيون كل ممتاحهم دي اسمايل يلاحق سؤال بيزار بالنسبة لهم هما بالنسبة للسؤال الثاني قلنا لهم تمشي تشارك جلسات البلدية او لا فما شكون كيف كيف نفس الشاي ديما اسمايل اللي يضحك هو بارشا فما شكون لقالنا يخي ثم هي أصلا بلدية فما شكون قال بربي شنو الإضافة اللي أنا اللي هما عاتين هالي باش أنا نحضر معاهم ماذا حضرتنا لعبة واحدة اخرى وصورتو بكري أبا لا مات شنو الحزم نذكر انا ما بين السوسة وباجل المرهيدي تنشوف شكون يا ربح حسرنا اللعبة ماذا حسرنا اللعبة ماذا حسرنا مات شنو مرهيدي يكون عنا ربح الفيروس الكورونا تمعنا عليه المعلومات الكل و تمعنا عكسها قلنا عليكم إن عملوا كوز ونشوفوا شنو المعلومات الصحيحة ومعلومات الغالثة لذلك انا بشنا نقول لكم حاجات تتقالوا على الفيروس الكورونا وانتوما تقول لي شنو الصحيح وشنو الغالث وانتوما تجمو التنبو معنا على الفيس بوك مدعنا حطوا كومنتار تقول لي انفو ولا انتوكس أول فاكس انتشار الفيروس بشي توقف مع ارتفاع درجات الحرارة السيح انتوكس 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 اما فما دراسات في الشي يقولوا انو انو دراس الكورونا يتم انتشاره اكثر انتشار العدوى مع عشرة درجات واقل معدل انتشار العدوى هو مع تلتين درجات ولكن هذي جسد ملاحظات وميهيش دراسة لميهيش دراسة علمية صحيحة صحيحة الفكت ثيني الناس اللي عندها نوع من الدم او بلوس اقل عرضة للاصابة بالفيروس صحيح ولا غالب صحيح محمد الشيخ والنقطة الثانية على خاطر هي انتوكس صحيح وليك فما دراسة الصينية زيدة لاحظوا اللي فما اقل اصابات عند اللي عندهم او بلوس ما زال السؤال الاخير وتنجموا اشراع كنجيو بلول بلوس بلوس الكورونا هذا الكل تعمل بشي لقحونا بشي لقحونا البيوس الالكترونية متاع 5 جي عرضüne عال سوال محمد القاتل الفيروس الكورونا ولأني اقلت بلوس هل هذا صحيح أو غالص؟ انتوكس انتوكس هو هذي نظرية مؤمنة نلقاها برشة على موقع التواصل الاجتماعي ومحمد أشراق وكرم رمضيز انفلونسور مؤثرين على رأي العام كيم بلوك في فرنسا عندها ام مليون ام مليون من المتابعين على انستغرام عملت فيديو تقول انو هذا الكل يجب انتوكس الهوية الالفترونية مع 5G اذا انتوكسون 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 فما زادة انفلونسور في سويسرا اسمها اما بغودي هي مؤثر على رأي العام في سويسرا في الأوروبة عملت فيديو وانها تقول ردب لكم البكسان فيديو هذي عملت مليون وخمسمائة ألف مشاهدة وهذه النظرية من المؤمنين يتعرضون في موقع اتصال اجتماعي ام فولا انتوكس لا يمت اوشهر الجيين هم قلونا صحيح وصلنا للآخر للبروغرام نشاء الله أعجبكم هذا أول نمرو أول إبيزود في فوق الصور الديجيتال شو أشراح كيفاش نجمو نتصلوا بالجماعين خاصة نحبوا ننخرطوا في الجماعين إذا برمساج بخذي على صفحة راديو شامال موجودة على فيسبوك أو الموقع بتاعنا تردو بالفيبو وراديو شامال وانات كيفيف أرقام الهواتف موجودة على الموقع على صفحة فيسبوك يعطيك صحة محمد وانتوما كيفاش نجمو نتصلوا بيكم نجمو نتصلوا بينا على الباش فيسبوك زيدة ولا تبعثونا ميل ما زم على الباش فيسبوك سوس دماء ولا لسيت ويب متاعنا جي أسي جورنال سوسيال سوس تبعثو ميل وتقولوا شنو اللي ديمتاكم وشنو تحبو تخدموا معنا خي بيان يعطيكم صحة نحب نذكر قالي المنظمة الغير دولية ايريكس اروب اللي هي تخدم بارش على المواضيع هذية الحق نافذي المعلومة وحرية التعبير الحلقة الجاية وين مش مشي ومهدي الحلقة الجاية الحلقة الجاية كريم مش بيكون معنا ولاية الكيف ولاية الجسر إن شاء الله في الحلقة الثانية من المنظمة فوقتوري مرسي مهدي مرسي غايف مرسي إشراك مرسي محمد ونقلو لكم إلى الحلقة الجاية اشتركوا في القناة